يسوع المسيح يسوع المسيح الذي قال أنا هو الحق فهو بنفس المقدار يتكلم عن الخلاص مولودين بكلمة الحق وهذا الخلاص من خلال يسوع المسيح هو بكل بساطة موجود حي قل له يا رب افتح عيني خلي الرب يفتح عيونك لما الرب بيفتح عيونك في شيء بتكتشفه ولا ما هو السر اليوم بتشوف الضلال والتزييف حتى من ناحية السياسية من ناحية الدينية العالم الالحاد اللي عم بينتشر كل ما هنالك فقط نصلي يا رب افتح عيني انا بصلي الرب يفتح عينين كل مشاهد واي شخص متشكك او بحط المسيحية بنفس المصار مع اي ديان اخرى انا بصلي باسم الرب يسوع الرب يكشف اعماق قلبك ويفتح عينيك حتى تقبل الى الحق وتستقبل نور المسيح الحقيقي المسيح قال انا هو الطريق والحق والحياة ليس احد يأتي الى الاب الا بيه خلال هو الطريق هو الحق ما فيش وسيلة تانية انا هو الباب قال عن نفسه ان دخل بأحد فيخلص ويخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعا فاذا يسوع هو الطريق يسوع هو الباب مكتوب عنه وليس بأحد غيره الخلاص لان ليس اسم آخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص المسيح هو الوحيد اللي دعي المخلص لكي يخلص من الخطايا المسيح هو الوحيد المخلص لانه ليس بأحد غيره الخلاص المسيح هو الوحيد الذي يقدر ان يخلص هو عنده القوة ان يخلص وانا من يقدر ان يخلص النموس وصلتنا انه بتورجينا عجزنا وبتظهر لنا خطيطنا لكن نموس بوجهنا ليسوع المسيح الكامل المخلص انا بدعوك اليوم انك فعلا تكتشف يسوع ان الرب يفتح عينيك وتشوف يسوع المسيح يسوع الان واقف على باب قلبك يقرع ان سمع احد صوته وفتح الباب يدخل اليك ويتعش معك وتكون في شركة وفي علاقة عم بيقرع لانك ان اعترفت بفمك بالرب يسوع وامنت بقلبك ان الله اقامه من الاموات خلاص لان القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص الحق الحق اقول لكم ان من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارسلني فله حياة ابدي ولا يأتي الى دينونة بل قد انتقل من الموت الى الحياة اطلب الرب مدام يوجد ادعوه وهو قريب ليترك الشريط طريقه ورجل الاثم افكاره وليتب الى الله فيرحمه والى الهنا لانه يكثر الغفران اشتركوا في القناة